أبرز مفكر إسلامي كما يقال في حوزة النجف محمد باخر الصدر أبرز تلاميذه كما يقولون أيضا كاظم الحائري هذا الكتاب لكاظم الحائري الإمامة وقيادة المجتمع هذه الطبعة الأولى 1416 هجري قمري الناشر مكتب آية الله السيد كاظم الحائري فالكتاب صادر من المكتب من مكتبه الرسمي والشرعي صفحة 140 والعنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار بشكل سريع لا أجد وقتا كافيا لتطويل الكلام في هذه المطالب التي سأقرأها عليكم ولقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا في برامج المختلفة يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك إن أردتم الإطلاع على كل التفاصيل كاظم الحائري يقول لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي وهو في الحقيقة ما هو بكتاب هي مقدمة كتبها محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي لمحمد الصدر ولكنها طبعت في كراس في كتيب صغير على حدة لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار فأجاب مفترضا إلى آخر كلامه لا أريد أن أقرأ كل الكلام الفائدة الأولى ما هي الفائدة الأولى من غيبة إمام زماننا لماذا غاب وطالت غيبته الإعداد الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى ويدخل في شرح هذا الموضوع هذا يعني أن الإمام لم يكن قادرا لو أن الظروف الموضوعية كانت متوفرة في زمان إمامته في بداية إمامته بعد استشهاد أبيه لم يكن قادرا أن يقوم بالأمر إلى أن يكتمل إعداده النفسي إذن المشكلة في طول الغيبة الإمام ليس مكتملا المشكلة ليست فينا في الإمام أما نحن المراجع العظام المراجع العظام ليس فيهم من مشكلة المشكلة في الإمام نفسه فهو بحاجة إلى إعداد نفسي الفائدة الأولى الإعداد النفسي للإمام لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها إلى آخر كلامه إذن صاحبوا الزمان لا يستشعر معاني الزيارة الجامعة الكبيرة في نفسه هذا هو المراد ما هو المراد من أنه مشحونا بالشعور بالتفوق في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي دون مقامه وإنما بحسبنا وذل كل شيء لكم فأي شعور بالتفوق يحتاجه الإمام إلا أن يكون الإمام لا يشعر بمضامين الزيارة الجامعة الكبيرة قد توفرت فيه حوزة النجف أم دا هو هذا نتاجي طيح الله حظك يا حوزة النجف الفائدة الأولى الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى في العالم تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضعالة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها إلى آخر الكلام والكلام الباقي من نفس هذا الخرط نفس هذا الخرط لكن الكلام طويل هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية فالإمام بحاجة إلى إعداد فكري وإلى تعميق الخبرة القيادية هذه هي معرفة مراجع النجفي بإمام زمانه حين أقول من أنها حوزة جاهلية حوزة مرجعية حوزة قذرة حوزة سفيهة حوزة تنتج السفاهة والسفهة ما هذا نتاجها هذا منطق محمد باقر الصدر وهذا الكلام ينقله في كتابه أعلم تلاميذه عودوا إلى مقدمة موسوعة الإمام المهدي لمحمد الصدر ستجدون هذا الكلام في المقدمة التي كتبها محمد باقر الصدر لموسوعة محمد الصدر هذا الخرط موجود بالمقدمة الفائدة الثانية الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري للإمام وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود لأنها تضع الشخص تضع الإمام المدخرة أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذا الشخصية للإمام قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية يعني أن الإمام في بداية إمامته ما كان قادرا على أن يقيم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التأريخية هذا هو إمام الزمان في عقيدة محمد باقر الصدر كاظم الحائر يدافع عن هذه العقيدة يستمر في الدفاع عن هذه العقيدة الفائدة الثالثة ما هي الفائدة الثالثة الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى بمعنى أن عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة هي رسالة الإسلام ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة قائدا قريبا من مصادر الإسلام الأولى قد بنيت شخصيته بناء كاملا بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يقدر لليوم الموعود أن يحاربها فهل صاحب الزمان بحاجة لمثل هذا الكلام ما هذا الهراء وما هذا الهزاء ويستمر كاظم الحائر إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحجة الغائب واجهت اعتراضا واجهت اعتراضا مفاده أن الإمام الحجة وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته فماذا يقول كاظم الحائر إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد وذلك لأنه لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالى فتزديد الإمام عليه السلام من قبل الله قد تختلف طريقته فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو هذا تخريج حوزوي سخيف إلى أبعد الحدود هذا التخريج لم يدفع الإشكال بقيت المشكلة قائمة لكنهم هكذا يعرفون إمام زمانهم إنهم يعرفون إمام زمانهم معرفة جاهلية هذا هو واقعهم هذا أهم شخصية قيادية من تلامذة محمد باقر الصدر في المعارضة وما بعد زمن سقوط النظام البعثي محمد باقر الحكيم في زمن المعارضة في مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة ألف أربعمية وأربعة عشر هجر قمري هذه المجلة تصدر عن المجمع العالمي لأهل البيت صفحة ستعش دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة الحلقة السابعة قضية الإمام المهدي سماحة السيد محمد باقر الحكيم في هذه الدراسة في الصفحة العشرين من المجلة ماذا يقول محمد باقر الحكيم هو يأخذ هذا الكلام من أستاذه محمد باقر الصدر مثل ما أخذ كاظم الحائري محمد باقر الحكيم يقول ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل الإمام يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة هو والمسيرة يتكاملان من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا لأن الإمام قبل هذا لم يكن مؤهلا فكيف صار إماما أنا ما أدري ذول شون يفكرون ذول بشر بقار بأي عقول يفكرون هؤلاء ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا الإمام للقيام بهذا الدور وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب فصاحب الزمان يتكامل من خلال التجارب والمعاناة وبعد ذلك يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور يعني أن الإمامة في أول يوم من إمامته في التاسع من ربيع الأول في السنة الستين بعد المائتين من الهجرة لم يكن مؤهلا هو بحاجة إلى غيبة حتى يصبح مؤهلا بس محمد باقر الحكيم كان مؤهلا طلع من بطن أم مؤهل ولذلك هو قائد هو قائد المسيرة لهذا السبب كنت معارضا للمعارضة وكانوا يقولون عني من أنني بحذي ومن أنني صدامي لأنني أعارض المعارضة أعارض المعارضة الجاهلية هذه وهذا الموضوع قد ناقشته وطرحته في قوم قادة المعارضة الشيعية الدينية العراقية هذه هي عقيدتهم وهذا أبرز شخصية فيهم أما حزب الدعوة فحالهم أسوأ من هذا بتريليونات المرات أنا أتحدث هنا عن محمد باقر الحكيم هذه عقيدته عقيدته أن صاحب الأمر ليس مؤهلا فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل أن يتكامل الإمام وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور هكذا تعتقدون بإمام زمانكم هؤلاء مراجعكم هذا طوسيكم وهذا خوئيكم وهذا أهم تفسير عندكم وهذا أهم مفكر وهذا هضم الحائر الذي يقلده الصدريون الآن لأن محمد الصدر قال عنه من أنه هو الأعلم من بعده وهذا محمد بكر الحكيم أيام المعارضة هذا الكتاب طبع بعد 2003 نفس الموضوع طبع في هذا الكتاب دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم الجزء الأول الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم قدس سره النجف الأشراف سنة 2007 ميلادي صفحة 203 الكلام هو هو لكنهم أحدثوا فيه تغييرا وأحدثوا تغييرا أسوأ ربما ربما وصل إليهم كلامي بخصوص ما كتبه أمحمد باقر الحكيم أنا متأكد من أنه وصل إليهم حينما كنا في قمعان ذاك ولكن هكذا يقال أقول ربما وإلا فإني متأكد من أن كلامي قد وصل إليهم فغير أمحمد باقر الحكيم بعد 2003 في الكلام ولكنه أساء أكثر مشكلة هؤلاء لا يعرفون العقيدة السليمة ولا يعرفون إمام زمانهم هؤلاء عاشوا جاهليين وماتوا جاهليين صفحة 203 ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا هذه القضية أسوأ فالكلام فالكلام السابق قد يقال من أنه تكامل عرضي الإمام المعصوم فيه نقص ذاتي منطيع الله أحظكم على هذه العقائد هذا جيك حلع ماهن ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا يعني أن الإمام فيه نقص ذاتي ولكنه من عند ذاته يكمل نقصه هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء المحنة والبلاء أمور عرضية فكيف تتكامل ذات الإمام بها تكاملا ذاتيا هذا الكلام ينطبق علي يا محمد باقر يا أبا صادق هذا الكلام ينطبق علي وعليك المحنة والبلاء أمور عرضية من الكفر أن نجعل الأمور العرضية تكمل الإمام المعصوم ذاتيا تكمل ذاته حتى ولو كان التكامل ذاتيا بسبب من عنده هذا هراء هذا ضلال وهذا كفر وهذا كفر ببيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لو لم يكن الإمام كاملا في جميع الاتجاهات ذاتيا وعرضيا لما جعل في هذا المقام ولكن هؤلاء لا يفقهون بيعة الغدير وقد نقضوها عمليا ولا يفقهون مضامين الزيارة الجامعة يقرؤونها ولكنهم لا يفقهونها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر وهم لا خير فيهم لأن قراءتهم لا خير فيها وهذه عقيدته التي مات عليها مات على هذه العقيدة مثلما مات الطوسي ومات الخوئي ومات الطبرسي ومات محمد باقر الصدر وسيموت كاظم الحائر على هذه العقيدة ومات محمد باقر الحكيم على هذه العقيدة ومات جميعهم على هذه العقائد الضالة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية طبقوا الحديث على هؤلاء وطبقوه على أنفسكم أنتم هل تعرفون إمام زمانكم بهذه المقاييس هذه مقاييس الضلال مقاييس الكفر هذه ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا الإمام بسبب المحنة والبلاء وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها هذه الجملة لم يغيرها يقصد بها الإمام وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها بحيث يصبح قادرا غير مؤهلا مؤهلا أفضل من قادرا لأن الذي يقابل القادر العاجز والعاجز أقبح من غير المؤهل صحيح أن عدم التأهيل عجز لكنه عجز نسبي أما العاجز فهو أقبح من غير المؤهل لأن عجزه يكون أشد من غير المؤهل بحيث يصبح قادرا الإمام هذا يعني أنه كان عاجزا بالمطلق في بداية إمامته بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التأريخ الإنسان يصف الدور بالفريد ولا يصف الإمام بالفريد الدور يصفه بالدور الفريد وما قيمته الدور الإمام هو الفريد وليس الدور هذا هو التكاثر في الغباء وهذا هو التكاثر في السفاهة والحمق وهذا هو التكاثر في سوء التوفيق والخذلان وهذا هو التكاثر في عدم العقل وانعدام البصيرة قد تقولون هؤلاء عقلاء هؤلاء عندهم عقل معاوية إنها الشيطنة شيطنة معاوية شيطنة معاوية ما هي بعقل تشبه العقل هذا هو الذي يمتلكه مراجع النجاف ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها يمر بها المعصوم بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريدي في التأريخ الإنساني إلى آخر الكلام كلامه هنا صار مضطربا من جهة البيان واللغة وصارت العقيدة أسوأ وقد مات على هذه العقيدة الباطلة الضالة السيئة نعم إنه شهيد المحراء آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف هؤلاء هم قادة الشيعة وهؤلاء هم مراجع الشيعة وهؤلاء هم مفكرو الشيعة هل ذكرت شخصية من هذه الشخصيات الشيعة لا يقدسونها ولا يحترمونها هل ذكرت لكم شخصية مشبوهة ما أنتم تأخذون دينكم من هؤلاء حوزة النجف هو هذا طلعت بي من أم داك طيح الله عضج يا حوزة النجف يا غبر يا طائحة الصبغ يا طائحة الحظ هذه هي معرفتك بإمام زمانك نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر